أهلاً بكم ترأس قداسة البابا فرانسيس في بازليك القديس بوتروس القداسة الإلهية لمناسبة الاحتفال بعيد العنصرة وتمحورت عيضته حول عمل الروح القدس مشيراً إلى أننا نجد هذا العمل في ثلاث لحظات في الخلق ثم في الكنيسة وأيضاً في قلوبنا وأوضح قداسته بأن ما يعاني منه عالم اليوم من خلافات وصراعات هو بسبب لا مبالات وأن ما يفعله الإنسان من شر يبدو غير قابل للتصديق مؤكداً بأن ما يغذي عدواتنا هو الشيطان ووصف البابا فرانسيس في مقابلته المسيرة السينودوسية بأنها فرصة كي نكون مطيعين لنفخة الروح القدس فالإيمان هو محبة الرجاء وعلينا أن نضع الروح القدس في مركز الكنيسة لنبتهل إليه كل يوم من أجل عالمنا، من أجل حياتنا وأمام أي من أشكال الانقسام والتفرقة بالإضافة إلى الخليق نراه يعمل في الكنيسة منذ يوم العنصرة مع ذلك نلاحظ أن الروح القدس لم يعلن بدء الكنيسة بإعطاء تعليمات أو أحكام للجماعة بل نزل على كل واحد من الرسل وأعطى الواحد منهم نعما خاصة ومواهب مختلفة يمكن لتعددية هذه العطايا المختلفة أن تؤدي إلى الفوضى لكن الروح القدس كما في الخليقة يحب أن يخلق الانسجام ابتداء من التعددية الانسجام الذي يصنعه ليس أمرا مفروضا ولا هو تسقي بين الجميع لا في الكنيسة يوجد ترتيب ونظام بحسب تنوع مواهب الروح القدس لذلك في يوم العنصرة نزل الروح القدس على هيئة ألسنة نعر كثيرة وأعطى كل واحد القدرة على أن يتكلم بلغة أخرى وأن يسمع لغته الخاصة يتكلم بها الآخرون إذن لم يخلق لغة موحدة للجميع ولم يلغي الاختلافات والثقافات بل خلق الانسجام بين كل شيء من دون أن يفرض تسوية بين الجميع ومن دون أن تصير كلها متشابهة